اشتركوا في القناة ولكن قبل ما ندخل في التوقعات أنا رح أعمل تعديل على طريقة عرض الأبراج أرجو أنكم تنتبهونها وخصوصا ذكر الزوايا الفلكية أنا عادة بذكر الزوايا الفلكية لغاية الساعة 6 بتوقيت الأردن ولغاية ثاني يوم الساعة 6 بتوقيت الأردن لأنه أنا بنزل الحلقة الساعة 6 فعشان هيك بذكر الزوايا ما بين الستة والستة الآن في أشخاص قالوا أنت دخلتنا أو توهتنا أو إحنا بطلنا نستوعب الأمور هاي فعشان هيك يا ريت لو تحكي توقعات اليوم بالكامل فعشان هيك أنا رح أصير أحكي توقعاتي على نفس الموعد اللي هو على الساعة 6 لكن رح أذكر كل الزوايا الفلكية لساعة 12 بالليل فعشان هيك كل يوم رح أذكر كل الزوايا الفلكية من بداية النهار لنهاية النهار فعشان هيك رح تدخلوا بخربطة أنتو أنه إلا إذا أنتو بتشوفوا لأنه أنا هيك رح أصير أبلش حلقة من ضمن زوايا فلكية فبتكون ترجعوا لليوم اللي قبله فأنا رح أصير أذكر معناته بطريقة ثانية اللي هي أذكر أنا من الساعة اللي هي 24 ساعة اللي هي 12 ساعة مثلا أو 24 ساعة للزوايا الفلكية ولكن ثاني يوم لما باجي الساعة 6 بدي أحكي بعيد الزوايا الفلكية أنا رح أعيد إذا كان فيه زاويتين ثلاثة بكونن بعد الحلقة اللي هين بعد الساعة 6 فرح أذكرهن مرة ثانية عشان أنه برضو أني ما أتوهكو ونرجع بدنا نعدل مرة ثانية في طريقة طرح الزوايا فعشان هيك ما بدي حدا يتوه أنا أو يدخل في بعض الحسابات وما يفهمش إيش اللي بنحكي أو أنه يتوه بطريقة الحسابات هذه واحدة اثنين سؤال ثاني رجع تكرر مرة ثانية عن توقعات الأستاذ إبراهيم حزبون أنه هو بيحكي أنه الزهرة موجودة في الحوت موجودة في مش عارف وين خصوصا على مواقع لا له الأستاذ إبراهيم حزبون ما له موقع اليوتيوب وما بنشر توقعاته على اليوتيوب له صفحة واحدة موجودة على الفيسبوك بنزل فيها أخبار فلكية فقط وبنزل فيها اللي هي أعتقد خلوه المسار توقعاته كلها بتكون على إذاعة منتكارلو بنزلها صباحا تقدر أنت على الأبليكيشن تبع منتكارلو تسمع التوقعات الصحيحة هاي اللي بتنزل بنزلها شخص بسرقها بنظف الصوت منها أنه الموسيقى تاعت منتكارلو بنزلها على أنها توقعات إبراهيم حزبون بنزلها بعد يومين بعد ثلاثة على حسب فضاوته على أساس أنه بس يلم مشاهدات ما إلها علاقة في إبراهيم حزبون ولا إلها علاقة بالتوقعات الصحيحة فعشان هيكي لما تروح تسمع بتلاقيها مختلفة تماما لو قارنت ما بين الزوايا أو حركة القمر اللي أنا بحكيها هون روح تسمعتها هناك بتلاقي أني أنا بحكيه قبله بيوم معناته مش غلط هاي توقعات بتنزل بعد بيوم يعني بمعنى آخر توقعات بتكون لقبل بيوم فعشان هيك توقعات اللي بتنزل بإسم إبراهيم حزبون عن سرقة عن موقع منتكارلو هي أساسا غلط لأنه مش اليوم إلها هاي لليوم اللي قبل بس هذا التنويه اللي أنا حبيت أني أنوه عليه خلينا نروح على توقعاتنا اليوم لأنه في عنا كثير زوايا اليوم ورح نحكي عن كثير أحداث طبعا القمر زي ما حكينا من الآن القمر موجود لسه في الميزان وبدو ينتقل للعقرب واحنا في فترة خلو المسار طبعا رح يتواجد أغلب النهار في منزلة الإكليل وهي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بالنسبة لخلو المسار هو من يوم أمس بادئ أو من ساعات العصر الساعة وحدة ودقيقة بتوقيت جرينيتش ليش بقول عصرا أنا بقوليش ظهرا لأنه الساعة وحدة بتوقيت جرينيتش بالأردن عندنا إحنا بنزيد ثلاث ساعات يعني الساعة أربعة أربعة ودقيقة يعني العصر فعشان هيك بقدرش أنا أقول وحدة ظهرا لأنه هيك رح توهو بالمسألة أكثر ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة مساء مساء يعني عند منتصف الليل أو بعد منتصف الليل القمر الساعة عشرة وسبعة واربعين دقيقة بتوقيت جرينيتش بكون مساء في برج استقر في برج العقرب وبما أنه رح يكون في برج العقرب فهاي الفترة رح نكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطأة ضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة أو مشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو شراء بيت أما بالنسبة للزوايا الفلكية ما بعد استقرار القمر ولغاية 24 ساعة لأنه نبدأ اليوم نحكي عن 24 ساعة فأول زاوية رح تكون بعد خلوة المسار هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين من القمر وزحل رح تكون الساعة 11 مساء أهاي من واجه مصاعب وعراقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة وهي لثاني مرة بتتشكل خلال هذا العام اللي هي بداية الانهيار الاقتصادي الأول اللي هي صرنا نحكي عنها كورونا اللي في شهر اثنين اللي هي كيف سكرت الدنيا وانضر الاقتصاد وانضرب الاقتصاد هاي الزاوية الآن بدأت تتشكل مرة ثانية ولكن بطريقة تراجع الكواكب فما رح يكون لها التأثير اللي كان بداية السنة يعني رح يكون فيه تأثيرات ولكن مش نفس التأثيرات انها بدأت ترجع كورونا وبدأت ترجع تسكر الدنيا وينضرب الاقتصاد مرة ثانية فيه أضرار اقتصادية ولكن مش بعنف الأضرار اللي كانت بداية العام لأنه فيه زوايا إيجابية بتتشكل ما بين المشتري وبلوتو في حالة الاقتران فيه زاوية تسديس بتصير مع نبتون مع المريخ مع هدولا يعني هاي الزوايا بتضعف من حدية الأمر السلبي اللي كان موجود عشان هيك في الفترة هاي ممكن أو بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي عليك مراقبة تصرفاتك ونفقاتك فوضعيتك ممكن تتضرر بشكل خطير أما بالنسبة لدوليا فهي الزاوية بتدل على تحولات اقتصادية خطيرة ممكن تضر بخزينة البلد إذ يقع اضطراب في القطاع الاقتصادي والمالي بخصوص تراجع أو بسبب تراجع لمدخيل الأبناء والمؤسسات المالية بشكل يصعب التحكم فيه لابد من وقوع أزمة على المستوى العقائدي ماشي بالخصوص يعني ممكن أنها تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية أو تقع بعض التفجيرات أو الحرائق من طرف إيد خفية بتهدف لزعزة استقرار بلاد أو بلد معينة ممكن يتم اغتيال شخصية هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وفيه احتمالي لوقوع بعض الكوارث الطبيعية كحرائق غابات أو زلازل خصوصا في الدول اللي ابتقى على خط الزلازل ممكن تجد نشاط بعض البركين ولكن بما أنه الزوايا الإقتران هاي رح تكون موجودة في الجدي معناته إلها علاقة بالغبار أو بالطوز أو بالأمور الترابية يعني إشي العلاقة بالتراب برضو وارد فهي الزاوية تأثيراتها الآن في ناس رح تقول لك آه معناته بدأت ترجع الكورونا مرة ثانية والجرعة الثانية لكورونا لا الأزمة الاقتصادية صارت يعني فيه أزمة اقتصادية عالمية فيه دول بتحاول أنها تطلع من الأزمة الاقتصادية ولكن بتتأثر بشكل سلبي يعني بتزيد عليها المديونية بتزيد عليها المصاريف بتزيد الضغوط المالية هاي هي المقصود فيها مش إنه أزمة فوق الأزمة يعني بتصير الأمور هيك لا هي مستمرة الأمور ولكن بالفترة هاي بترتفع حديتها بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر والشمس راح تكون فيه تمام الساعة 219 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش منولي مزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء نتيجة ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقاول سلبية بين القمر وأورانوس راح تكون في تمام الساعة 23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش يعني 23 دقيقة منزيد عليها ثلاث ساعات بتصير الساعة 6 وثلث يعني دخلنا في ساعات المساء يبتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من الجديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وعطارد راح تكون في تمام الساعة 23 و28 دقيقة مساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية وآخر زاوية راح تتشكل هي زاوية تسديث برضو بطيئة هي إيجابية بين عطارد وأورانوس راح تكون في تمام الساعة 10 و12 دقيقة هذا لا يعني أنه عطارد راح يصير سعيد هو أورانوس اللي راح يصير سعيد فمننشط بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت يعني ممكن نتحرك بأكثر من موضوع مع بعض ممكن نتعزز قدرتنا العقلية فبيسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها بوقت مسبق بنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا بدل على توجه الصحافي ووسائل الإعلام للإشادي بما ينعم به البلد من حريات فردية وتقدم تكنولوجيا فيما يدين الاتصالات والمواصلات خصوصا الأمور الجوية والصناعة الدقيقة وبتشهد هذه الفترة زيادة لمبادلات تجارية ورحلات جوية يعني بمعنى آخر إحنا على موعد بالفترة القادمة لانفتاح على أمور إلها علاقة بالسفر والطيران وأمور إلها علاقة بأشياء إلها بالرحلات وممكن فتح بعض الحدود ما بين الدول تنشط من خلال ما تشكلت هاي الزاوية صحيح في ناس هسا بدأت يجي تقول ما هم أصدروا القرارات ماشي أصدروا القرارات لكن كل قراراتهم ما بعد الزاوية هاي يعني لو إجيتني أول السنة سألتني قلت لي زاوية بين عطارد وأورانوس بقول لك نفس المعلومة إنه هاي إلها زيادة على أمور إلها علاقة بالسفر أو بالطيران أو بالرحلات الجوية أو بالمبادلات التجارية فهاي الزاوية هي هي هيك معناها يعني إن كان أصدروا ولا ما أصدروا ولكن بتدل على أنه إحنا مقبلين على فترة فيها انفتاح أكثر أما بالنسبة لقلو المسار القادم القمر في العقرب إمتى بنتقل للقوس وإمتى قلو المسار القادم ما في قلو المسار قادم هاي المرحلة الانتقال سريع وفي تشكيل لزوايا فعشان هيك ما في قلو المسار قادم القمر رح ينتقل يوم اثنين سبعة رح يكون انتقاله ساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة فجرا إلى برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر القمر الأحدب تسع أيام طبعا في تمام الساعة 11 وخمسة وخمسين دقيقة بعض الظهر بيصير عشر أيام نسبة الإضاءة خمسة وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة مزاجها منتحس طبعا فيه أشخاص بسألوني بقولولي ليش الشمس منتحسة وهي موجودة في السرطان لأنه بمعنى آخر هو بيت متاعب الأسد اللي كوكبه أساسا الشمس فهو بكون بأضعف حالاته عشان هيك موليد الشمس بتعبوا بالفترة هاي فبما إنه في أتعب حالاته وزوايا المقابلة اللي بلش يعملها برضو مع زحل اللي موجود بده ينتقل في الدلو يعني برضو مقابل الأسد فهذا بيعمل هيك وبرضو بوجوده بالسرطان بيعمل زوايا مقابلة مع بلوته والمشتري اللي بتراجع فعشان هيك بضعف من طاقة الشمس بأكثر فعشان هيك بتصير منتحسة أما بالنسبة للقمر في الميزان والعقرب رح ينتقل للعقرب رح يظل لغاية يوم 2-7 مزاج القمر سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12-7 مزاجه منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-8 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1-7 مزاجه ممتزج أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-6 ولكن مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تم فرصة لمكسب مالي مصدره شراكي أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية ممكن تعالج أمور أو بطريقة موضوعية وتجرد ولكن بدك تكون حريص على تلطيف الأجواء حاول أنك تستشير وتتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع بما أن القمر موجود في البيت الثامن معناته الموضوع بده يكون له علاقة بالأموال المشتركة والأموال اللي ما بتعود لك وأمور إلها علاقة بالبنوك والضريبة والتأمين أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه دخل على البيت الثامن فشوي بمنحك طاقة إيجابية وخصوصا أنه المريخ موجود عندك فبشحنك بطاقة أكثر فممكن تنجز كثير من الأعمال خلال هذا اليوم ويكون عندك ثقة بنفسك بغلب عليك الحركة والنشاط سرعة البديهة ولكن منك وأشخاص رح يكون عندهم اندفاع وتهور أو عصبية أو حب للمغامرة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تدعمك على المستوى المالي بشكل جيد ممكن تحصل بعض المكتسبات اللي بتيجي من عمل إضافي أو تحصيل أموال أو هبات أو مساعدات أو دعم لا إلك ولكن بتغلب عليك بعض المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه الزهرة موجودة فيها بتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم يكون عندك كثير من الحركة والاتصالات والحوارات والنقاشات اللي بيشتغلوا في مجال التجارة ممكن ينجحوا لعمليات الترويج أو التسويق أو حلول لبعض الأمور التجارية أو الاهتمام بأمور العلاقة بالسيارات أو بالتليفونات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء متقلبة خلال هذا اليوم على مستوى البيت هي ألطف من الأيام الماضية عن الحدية خفت شوي ولكن بالمقابل بيظل في نوع من أنواع الضغط إما التزامات أو نقاشات أو حوارات أو قلق على أحد أفراد العائلة أو ممكن أن يكون في عندك أمور العلاقة بالديكور أو مشتريات كمشتريات لأثاث أو ديكور أو تغيير بعض الحاجيات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي جيدة يعني بتدعمك بشكل جيد فممكن اليوم تنشط بأمر عاطفي أو تقابل مع الحبيب أو تواصل معه أو ممكن يكون في نوع من أنواع التقرب أكثر مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى الصحي شوي ضاغطة فممكن اليوم يعني تتعب في بعض المسائل أو ما تقدر تنجز كل الأعمال مرة وحدة فيتراكم عندك بعض الأعمال وممكن تشعر ببعض التعب الصحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكي برضو بدعمك على مستوى الشراكي فبيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الشريك أو ممكن تطرح موضوع معين أو تناقش موضوع معين ما بينك وبين الشريك أو شريك المال أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا الأجواء شوي فيها نوع من أنواع الضغط أما أنك بتتهرب من اتصالات أو عندك ضغط دراسي أو عندك ضغط في امتحانات أو مناقشة مشروع أو في تحصيل بعض الأوراق القانونية أو المعاملات أو ممكن يكون عندك عصبية أثناء النقاشات أو الحوارات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى السمعة فعشان يكما نقول لك ما تتأخر عن عملك وفي نفس اللحظة ما تدخل بمواجهات مع زملائك أو رؤسائك بالعمل وما تحاول أنك تخالف القوانين عشان ما تشوه سمعتك أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة فبتدعمك على مستوى بيت الأصدقاء بتعمل نوع من أنواع التقارب فممكن اليوم يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أو تعارف أو ممكن لمة هيك ما بينك وبين معارفك كلقاء اجتماعي ودي أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية فطريقة التعامل ما بينك وبين عملك أو بينك وبين صحتك بيكون بشكل روتيني فممكن تنجز الأعمال الضرورية فقط لا غير وممكن يكون عندك بعض الاهتمامات الصحية لا إلك أو لا غيرك برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظ على هدوءك وعصابك ونبرد صوتك لا تعرض لقاءاتك للفشل خلال هذا اليوم ممكن تسبب لك هاي وضعية القمر أنها مقابلك فترة فيها نوع من أنواع الاكتئاب أو الحزن ممكن تشعر بالظلم أو القهر ممكن تشعر ببعض التعب الصحي أهم إش أنك بالفترة هاي ما تيئاس وكون صبور لعلك تنجح أما بالنسبة طبعا للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه مشحون بطاقة إيجابية بتقدر تساعدك على إنجاز بعض الأمور أو الأعمال خلال هذا اليوم وبتساعدك برضو على فرض سيطرتك ولكن بدون تهكم وبدون الحاح وبدون عصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فهاي بتحقق لك بعض المكاسب المالية اللي بتيجي إما من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو مساعدات أو تحصيل لأموال لا إلك أنت ولكن المصاريف أهم إشيء أنك تراقبها أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء ضاغطة على المستوى البيت الثالث على تنقلاتك وحواراتك ونقاشاتك بغلب عليك نوع من أنواع العصبية أو القلق خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض النقاشات ولكن بتكون محتد في منك رح يهتم بمواضيع الحلاقة بالسيارة أو بالهواتف أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة صحيح أنه بتحمل نوع من أنواع الضغوط الروتيني زي أعمال أو أشغال أو اهتمام بأحد أفراد العائلة أو بموضوع نقاش معين أو قلق على حدث معين منزلي أو بيتي أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء على المستوى العاطفي تقريبا منقدر نحكي إنها إيجابية بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن تحل مسألة معينة أو يكون فيها مصالحة ولكن حاول أنك أنت ما تتهكم وبرضو ما تحاول تفرض رأيك ممكن يعني يكون فيه نوع من أنواع التوتر ولكن هاي مش عند أغلب موليد برج الثور أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فبتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد خلال هذا اليوم وممكن تهتم بعمل جديد أو موضوع معين ولكن أهم إشي إنك أنت ما تبالغ بعمالك عشان ما ترهق نفسك وبرضو راقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء جيدة على مستوى الأموال المشتركة ولكن ممكن تنضغط في مسائل إلها علاقة في البنوك أو الضريبة أو التأمين أو موضوع إنك بتطالب في أموال لإلك ما تقدر تحصلها اليوم أو موضوع إلو علاقة بقرض أو مساعدة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو يعني فيها نوع من أنواع توتر إما إنه اتصالاتك يعني شوي ممكن تنزعج من اتصال خارج البلاد أو يصير معك مشكلة إلها علاقة في مكان التدريس أو مكان أكاديمية أو مؤسسة تعليمية يعني يصير في حدية أو ضغط في امتحان معين أو مشروع يتراكم عليك الأمور في منك ورح يقلق بشأن موضوع قضية أو أوراق قانونية يعني برضو بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو بكون ينتظر في بريد وبتأخر أو قلق على موضوع إلو علاقة بأشخاص خارج البلاد أو يعني سفر إلهم الإضطراري هذولا اللي هي الطائرات اللي بتستقبل دول إنه من دول مثلا اللي فيها الكورونا ممكن إنه حجر ومحجر وأشياء من هذا النوع أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة على مستوى بيت السمعة فبتدعمك وبتعزز بعض النقاط القوية لإلك ممكن اليوم تنشط فيها أي شيء إلو علاقة بتدعيم سمعتك وبرضو نشاطات إلها علاقة إما بالعمل أو بمكان العمل أو بالتعامل أو المساعدة ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء جيدة وبتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم فممكن اليوم تحمل لك إما لقاء أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو اجتماع عائلي يعني الأجواء إيجابية على النقطة هاي أما بالنسبة لبيت المتاعب هو جيد ولكن برضو بيحمل بشكل سلبي لأنه المريخ اللي موجود في بيت المتاعب يعني لبعض الأشخاص بيحمل لهم بعض التواعقات الصحية أو التعب الصحي أو أمور إلها علاقة بالتغذية أو التلبكات المعاوية تهيج القولون برضو ما يغامروا ما يدخلوا على أماكن مجهولة ما في داع المخاطرات بهاي الفترة وفي نفس اللحظة حاولوا ينجزوا أعمالهم وما يخلوها تتراكم عليهم أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة ما تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية ما تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو معاملة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة على المستوى النفسي لأن الزهرة موجودة وبرضو اتصالاتها جيدة فبتدعمك بشكل قوي على المستوى الشخصي فثقتك بنفسك قوية وبرضو في نوع من أنواع التودد أو المحبة أو العواطف الجياشي عندك بالفترة هاي وملفت أيضا بتكون للجنس الآخر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا متقلبة على المستوى المالي ما زال فيه نوع من أنواع الضغوط المالية اللي بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك ممكن تحصل بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو المساعدة بالفترة هاي أو بينشط تفكيرك في بعض المشاريع اللي ممكن تطور من وضعك المالي ولكن بالمقابل بصير فيه نوع من أنواع الضغوط اللي لها علاقة بالمصاريف أو الأموال الغير مشروعة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى الاتصالات والحورات والتنقلات برضو بتساعدك بالنقاشات ممكن اليوم تنشط ببعض المسائل الإيجابية اللي تساعدك لترويج العمل أو لمناقشة موضوع معين أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت برضو تحمل نوع من أنواع الإيجابية نوع من أنواع الإنسجام أو التناغم ما بينك وبين أفراد العائلة صحيح أنه ممكن يكون فيه نقاش أو قلق على مسألة معينة ولكن مش هالموضوع اللي بيتطلب يكون فيه خلاف أو مشكلة كبيرة ممكن تقلق بإشاء أحد أفراد العائلة أو تنهمك بإدخال تعديلات أو ديكور أو تزبيطات على البيت أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي ما زالت الأجواء جيدة وبتدعمك بشكل جيد تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب أو تلاقي على مسألة معينة أو حل مسألة كان صعب أنك تحلوها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء على المستوى اللي احنا ذكرناه في بداية التوقعات هي نفس التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا الأجواء على مستوى الشراكي يعني بتحمل نوع من أنواع الحدية في بعض الأوقات فبين المتزوجين ممكن يكون فيه نقاش أو حدية أو تسرع في إصدار القرارات فهذا الإشي يسبب مشاكل ما بينكم أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل بعض الديون اللي لا إلك أو تهتم ببعض المسائل أو المشاريع المالية أو أمور إلها علاقة بقرض أو تسوية خلال هذا اليوم أو أمور إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا برضو فيها نوع من أنواع الإيجابية بتساعدك في اتصالاتك الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي له علاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات أو الدراسة أو الامتحانات أو المؤسسات التعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الجيدة خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه نوع من أنواع الإيجابية أثناء تعاملك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أو تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينكم أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء ما بينك وبين الأصدقاء روتينية فما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ممكن أنه يعني خلافات عادية أو سوء تفاهم بسيط ولكن أنه مش هالإيشي المعقد الكبير وممكن برضو تفتح لك مجالات للتعرف على أشخاص جدد أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال ولكن بالمقابل ما ترهق حالك كثير وراقب وضعك الصحي برج السرطان تجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنك عاطفيا أو ماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح أهم مش أنك تخصص وقت لعائلتك أنت مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط القمر موجود في البيت الخامس فبيدعمك بشكل قوي بالفترة أما بالنسبة للبيت الأول فهو ما زالت الأمور لأنه عطارد والشمس موجودات وتراجع عطارد شوي بضغطك بسوي لك شوية سلبية أو تقلب في المزاج بشكل سريع ولكن إجمالا بما أنه القمر دخل على بيتك الخامس وبشحنك بطاقة إيجابية بساعدك في هذا الموضوع أو سهل جدا أنك تتجاوز هذه السلبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي تفتح بعض المجالات لبعض الأشخاص من موليد برج السرطان لتحقيق مكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي يا نوع من أنواع الدعم يا مستردات مالية يا هبات يا مساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات سرعة بديها عالية جدا عندك اليوم تقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك وبرضو بتقدر تسوق لأي سلعة في عندك نوع من أنواع لاهتمام رح يكون إما بالسيارات أو بالهواتف أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت يعني بتعمل تعزيز لعلاقاتك أو معارفك العائلية وممكن يصير لك بعض الاهتمام بأحد أفراد العائلة أو حل مشكلة أو تراجع عن قرار سابق أو أمور إلى علاقة ببعض النشاطات المنزلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء كما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس تقريبا الأجواء يعني نقول لك حاول أنك أنت ما ترهق حالك كثير إنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات على مجال العمل أو تحقق إنجازات على مجال العمل ولكن ما تخلي هاي الأمور تكون على حساب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا ما زالت فيها نوع من أنواع التقلب النفسي ما بينك وبين الشركاء شريك المال أو شريك العاطفي أو بيقلقك مسألة مالية أو مشروع معين أو فكرة معينة أو مسألة إلها علاقة بشركاء المال والعاطفي أما بين الأزواج حتى فهذا القلق هو اللي بسبب لك نوع من أنواع التوتر حاول إنك تتجاوز هاي المرحلة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة يعني الأموال اللي ما بتعود لك اللي بتعود للزوج أو بتعود لمؤسسة معينة أو لشركة معينة أو بتكون مؤتمن عليها أو أنت شغال في أموال مش إلك هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع بعض الأمور اللي إلها علاقة في هاي الأموال وممكن يكون إلها علاقة في بنك أو ضريبة أو تأمين ولكن بالمقابل ممكن يكون مستردات أو نوع من أنواع التحصيل للأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل القانونية أو التعليمية كلها هاي بتكون إيجابية ولكن إذا كان عندك امتحان أو مناقشة ما تعتمد على الحظ حاول إنك تستعد بشكل جيد وتناقش الفكرة بشكل جيد وأنت مستعد لها أما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة جيد خلال هذا اليوم بيدعمك بقوة فممكن أنه اليوم يصير فيه نوع من أنواع التواصل مع أشخاص إما لاستشارتهم أو لحل مسألة معينة أو التعاون ما بينك وبينهم وممكن تعاون ما بينك وبين زملائك أو رؤساك بالعمل أو تنجز عمل تسمع من خلاله إطراء أما بالنسبة للبيت الحادي عشر بيتك 11 يعني تقريبا شايف روتيني على مستوى أصدقائكم عارفك يعني ممكن يكون لقاءة عادية أو تقابل عادي على طبيعتكم هيك جمعة أو اتصالات أو حوارات يعني على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيتك 12 فهو جيد بيدعمك على إنجاز بعض الأعمال بساعدك أنه ما تخلي الأعمال تتراكم برضو بمراقبة وضعك الصحي بشكل جيد بتراقبها وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة إما بالتغذية أو بأمور إلها علاقة بالوزن أو أشياء من هذا القبيل برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مساكنكم منكم ممكن يغير سكنوا أو يميل أفراد العائلة إلى مديد العون إلو ممكن تدخل تدخل فترة فيها مواجهات مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة الفترة فيها نوع من أنواع التوتر بتضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم شيء أنك ما تهمل صحتك أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء ضاغطة على المستوى النفسي بما أنه القمر موجود في بيتك الرابع فشوي بيعمل زاوية زاوية التربيع هاي اللي شوي بتضغط عليك على البيت الشخصي وما تنسى أنه برضو الكواكب عطارد والشمس في بيت المتاعب فهذا كله بيأثر على النفسية فبيعمل تقلب بالمزاج أو حدية أو يعني نوع من أنواع الكسل أو الإحباط من بعض المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة خلال هذا اليوم تدعمك بشكل جيد ممكن تساعدك في بعض التحصيلات المالية أو المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مساعدات أو هبات ولكن بالمقابل بيكون في أزمة مصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني شيئا ما جيدة على مستوى الحوارات والاتصالات سرعة بديهتك جيدة مقنع ولكن يبل ما تفكر أنك تعمل أي شيء حاول أنك تراجع حالك أكثر من مرة عشان ما تتسرع أثناء الجواب وتنحسب عليك أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس بيحمل نوع من أنواع التوتر أو المشاحنة أو سوء التفاهم ما بينك وبين الأحبة ممكن سوء التفاهم ماذا يكون ما بينك وبين حبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء أو الوالدين أما بالنسبة للبيت السادس البيت السادس فيه نوع من أنواع الضغط عشان هيك بس اليوم مش الضغط المقصود فيه الضغط الكبير ولكن الوضع الصحي بظل فيه نوع من أنواع القلق يعني ممكن يتراكم بعض الأعمال أو تضطر الدفاع عن نفسك في مكان عملك أو يصير معك مشكلة في مكان العمل ولكن برضو يبدأك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد ما تهمل وضعك الصحي والتزم بأدويتك ومراقبة صحتك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا روتينية على مستوى الشراك المالي والعاطفية يعني بتتعامل على حسب طبيعتك ما بينك وبين الشركاء وخصوصا ما بين الأزواج يعني ما فيه أي إيجابية ولا سلبية ولكن في ساعات الظهر ممكن تظهر مسألة هيك تحتد أو تعصب عليها ولكن بتمشي الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن تقريبا الأجواء برضو روتينية على مستوى الأموال المشتركة فما فيه أي تأثيرات سلبية أو إيجابية يعني ممكن تهتم بس على بعض المصاريف أو تحصيل ديون أو فكرة في مشروع أو أمر إلو علاقة بدراسة جدوى أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل التعليمية أو القانونية ولكن أهم إيش أنك تمسك عصابك وما تنفعل وما تعصب لأنه شوي العصبية بتكون وردة أما بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك تعامل مع زميل أو مع رؤسائك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء جيدة جدا على مستوى بيت الأصدقاء وهي بيعمل لك نوع من أنواع التقارب مع بعض الأصدقاء أو طلب المساعدة من بعض الأصدقاء لإنجاز بعض الأعمال المهمة أو أشياء لها علاقة بمعارف يساندوك في مسألة معينة أو يساعدوك في موضوع معين أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ما زالت ضاغطة فعشان هيك نقول لك ما ترهق حالك كثير في العمل راقب وضعك الصحي ما تدخل بأعمال مشبوهة وما تدخل أماكن مجهولة يعني هاي أهم النقاط اللي لازم تنتبه لها بالفترة هاي برج العذراء ابتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج يعني في نزها قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة جداً بتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم وبتساعدك على أنك تهتم بشكلك أو بهندامك أو بلباسك أو شراء بعض المقتنيات اللي إلها علاقة بالتجميل أو بالمظهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي برضو بتفتح لك بعض المسائل المالية اللي ممكن تحصل منها بعض الأموال ولكن بالمقابل يعني بتكون الأعمال هاي عادة عمل إضافي ممكن أنه يكون لك بعض المستردات أو الهبات أو المساعدات أو الهدايا ولكن بالمقابل المصاريف بتصير الزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع الأجواء الروتينية على مستوى البيت يعني بتتعاملوا على حسب طبيعتكم مع أفراد العائلة أو أمور إلها علاقة بالعقرات أو البيوت أو الديكور أو المشتريات أو الالتزامات أو الأعطال يعني بتحلوها على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية على المستوى العاطفي ولكن برضو ما بيخلل الأمر من نوع من أنواع الإنزعاج أو نوع من أنواع العصبية أو الحدية أو القلق اللي بتعلق في أحد الأحبة ممكن للحبيب أو أحد الأبناء ولكن بالمقابل حاول أنك ما تعتمد على الحظوظ نهائيا بالفترة أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال أو تدخل بنقاش حاد ما بينك وبين إما زملائك أو ما بين أشخاص بتتعاوى بتتعامل إنتوا إياهم مثل الزبائن مثلا أما بالنسبة للوضع الصحي فما زال هو بحاجة لبعض المراقبة أما بالنسبة للبيت السابع فالبيت السابع روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية فبتتعاملوا مع شركائكم على حسب طبيعتكم ولكن شايف أنا أنه الأجواء تقريبا روتينية عشانيك بنبه أنا بس الأزواج أنه ما يحتدوا ما يعصبوا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا تدفعك باتجاه الأموال المشتركة فممكن يصير لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة في بنك أو ضريبة أو تأمين أو أموال بتعود لهذه المؤسسات أو بديون لا إلك أو سداد بعض الديون اللي لا إلك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا بنقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الضغط بسبب لك نوع من أنواع التوتر على مستوى التعليمي عن مستوى السفر على مستوى أوراق معاملات قانونية على مستوى أمور إلها علاقة بالحوارات والنقاشات الفلسفية أو الدينية داك تدير بالك من كل اللي إحنا ذكرناه أثناء تنقلك بالسيارة على الشوارع المفتوحة أما بالنسبة للبيت العاشر فهو يدعمك على مستوى بيت السمعة يعزز من كفاتك وبرضو من علاقاتك وممكن يخليك تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة بمساعدة زملاء أو رؤسائك بالعمل وممكن تسمع بعض الإطراء أو يجيك مكافأة معينة على إنجاز هاي الأعمال أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء على مستوى بيت الأصدقاء ضاغط بشكل كبير فهي الفترة بتسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو الإنزعاج من تصرف أحد الأصدقاء وممكن سوء تفاهم وممكن نقاش حاد وممكن تقطع علاقتك بصديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان هيك منقول لك ما تراكم الأعمال ما تهم الأعمالك إنجز أعمالك قدر المستطاع حاول تأخذ قصد كافي من الراحة وبرضو اهتم لغباءك وراحتك ممكن يصير اليوم في نوع من أنواع القلق على أحد الأحبة برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهمش أنك تتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك هاي الفترة بتحمل نوع من أنواع الانشغالات على الصعيد المالي أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنها مازال يعني فيها نوع من أنواع روتينية في الطباع فعشان هيك بيظل مشحون بنوع من أنواع التقلب المزاج أو الوسوسة أو يعني الأفكار السودة أو الخوف أو القلق من مسألة معينة يعني فيه نسبة بسيطة من الميزان ممكن يكون عندهم نوع من أنواع الاندماج مع الشخصية أو الثقة بالنفس العالية طبعا هاي بتكون بسبب الطالع تاعهم أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرناه في بداية التوقعات أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة برضو على مستوى الحوارات والنقاشات والاتصالات ممكن اليوم يحملك أشياء إيجابية تساعدك في بعض الأمور ممكن يتروج لسلعة معينة أو تنشط باتصالاتك حوارتك تنقلاتك خلال هذا اليوم ولكن حاول تحمي حالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء معني فيها نوع من أنواع التقلب على المستوى المنزلي فممكن يكون لك بعض الاهتمامات العائلية أو العقارية أو القلق على مسألة لأحد أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالتصليحات أو الترميمات أو أمور إلها علاقة بالعقار أو بالمنزل أما بالنسبة للبيت الخامس تقريبا الأجواء شيئا ما فيها نوع من أنواع الحدية بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو نوع من أنواع الإنفعال أو ردات الفعل أو التحسس من تصرف الحبيب خلال هذا اليوم أو من تصرف أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكي إنه فيها نوع من أنواع الإيجابية فبتقدر تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ممكن يكون لك اهتمام في مجال العمل أو مضمار العمل أو اهتمامات بأمور الصحة إما مراجع الطبيب أو أدوي أو صرف أدوي أو قلق على أحد الأبناء أو أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا على المستوى العاطفي الروتيني خلال هذا اليوم خصوصا ما بين الأزواج ممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة للتقارب ما بينك وبين الشركاء أو تواصل أو اتصالات أو اهتمام ببعض المسائل القانونية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا روتينية خلال هذا اليوم يعني ممكن أنه تنجز بعض الأعمال اللي إلها علاقة في بنك أو ضريبة أو تأمين أو اهتمام بالأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو قوي جدا بعزز باتصالاتك وعلاقاتك ومعارفك وممكن اهتمام ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالاستراد أو التصدير أو الأوراق القانونية أو المعاملات أو المؤسسات التعليمية أو الامتحانات أو أمور إلها علاقة بالنقاشات والحوارات أو تعلم شيء جديد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو ضاغط على مستوى بيت السمعة فعشان يكما نقول لك ما تجازف وما تغامر بالفترة هاي ما تدخل في أشياء مشبوهة وفي نفس اللحظة ما تدخل بأي خلافات ما بينك وبين زملائك أو رواسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فالأمور تقريبا جيدة تعمل نوع من أنواع اللقاءات أو الحضور أو الدعوات أو اندماج ممكن تحمل قلق من على صديق أو من طرف صديق أو خلاف معين هاي عند قلة منكو ممكن يقلق من هاي المسألة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتساعدك على إنجاز بعض الأعمال ولكن ما ترهق حالك كثير راقب وضعك الصحي وممكن يكون لك برضو بعض القلق بمسألة صحية أو بمراجعة أحد الأطباء أو قلق على أحد الأحبة برج العقرب طبعا القمر بما أنه صار عندكم هسا فتبدأ وضعك ويتحسن بشكل تدريجي بتصيروا نشطين وحيويون وبينجذب لكم أفراد الجنس الآخر أهميش أنكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها أن الدعم من مركزكم الاجتماعي بندور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر ببرجكم تستعيد كامل حيويتك وبتطلق جواب تنتظروا بالفترة هاي ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها ممكن جديد يدخل لحياتك هاي تعتبر فترة جيدة بالنسبة لإلك خلال نهاية هذا الشهر أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو تتحسن على المستوى المالي ممكن تظهر بعض المسائل المالية خلال هذا اليوم أو الاهتمامات المالية اللي تكون إيجابية لإلك أو تعطيك بشائر خير للفترة القادمة ممكن يكون في حل بعض المسائل المالية أو إنجازات أو أمور إلها علاقة بالاهتمامات تكون قوية وتدعمك بشكل قوي جداً على المستوى المالي إما من عمل إضافي أو مستردات أو هبات مساعدات نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريباً يعني شوي بتخلي المزاج عصبي عندك ممكن يعني شوي تخفف من اتصالاتك اليوم أو حواراتك ممكن تكون عصبي بالمزاج أثناء اتصالاتك وحواراتك وتنقلاتك بدك شوي التركيز بس أثناء النقاشات أو أثناء الترويج لسلعة معينة لازم تكون مقنع أكثر أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على مستوى البيت على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء متقلبة فشوي ممكن أنه تظهر لك بعض العقبات أو الخلاف أو سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب أو قلق على أحد الأحبة في منكو ممكن في الفترة هاي ينشط بمسائل لها علاقة بحبيب سابق أو مراجعة أمور لها علاقة بغراميات قديمة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة عندك طاقة هائلة جدا على مستوى العمل لإنجاز بعض الأعمال أو ترتيب بعض الأمور لها علاقة بالعمل أو عملك تحديدا وممكن تهتم ببعض المسائل لها علاقة بالوضع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا من يقدر نحكي إنها جيدة على مستوى الشراكة فهاي بتعمل نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الشريك أو ممكن تندمجه في مسألة معينة أو تتراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا جيدة جدا على مستوى أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة إما مسألة إلها علاقة بقرض أو تسوية أو ترتيب أوراق قانونية أو معاملات أو اهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالضريبة أو التأمين أو البنوك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء متقلبة على مستوى الاتصالات البعيدة إما أنه قلق على موضوع سفر أو قلق على أشخاص قارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل الأوراق القانونية أو المعاملات أو أشياء العلاقة بالتعليم أو الدراسة أو أشياء من هذا القبيل إذا عندك امتحانات أو مناقشات أو مقابلات لازم تستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى السمعة فممكن أنت اليوم تنشط في بعض المسائل اللي إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال أو طلب المساعدة من بعض الأشخاص لإنجاز بعض الأشياء المهمة أو الاهتمام بزملاء أو رؤسائك بالعمل لا تحقيق غاية محيئة معينة أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء برضو تدعمك على مستوى الصداقات فاليوم تنشط بعلاقات أو بصداقات أو بدعوات ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء روتينية فيعني بتقدر تنجز أعمالك بشكل اعتيادي على حسب طبيعتك والاهتمام بغذائك وأكلك وراحتك واهتمامك بالشؤون الصحية برج القوس طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك بتجتازوا بصورة عامة فترة غير مريحة صحيا ولا نفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وإخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحضوذ قليلة فما تجازف بالفترة هاي بانتظارك تأخير وفوضى أو من المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة أما بالنسبة للبيت الأول فبما أنه القمر في بيت المتاعب معناته البيت الأول بيكون ضاغط عليك فعشان هيك بتحس بنوع من أنواع التقلف المزاج عدم الثقة نوع من الاكتئاب أو الارتخاء أو عدم المبالاب في كثير من المسائل أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا على المستوى المالي ممكن تظهر بعض العقبات أو بعض الالتزامات خلال هذا اليوم أو القلق من مسألة مالية أو مصاريف الزيادة يعني كلها هاي بدها نوع من أنواع الحذر قل منكو على حسب طالعهم ممكن يحصلوا بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو نوع من الدعم أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات ولكن بيغلب عليك نوع من العصبية أثناء النقاشات حاول أنك تركز بشكل جيد ما ترتجل حظر بشكل جيد قبل ما تخوض بأي تجربي إلى علاقة بالترويج ممكن يكون لك بعض الاهتمامات إلى علاقة بالسيارة أو بالتلفونات أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء الروتينية فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فبتتعامل على مستوى البيت والعقارات وأفراد العائلة بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط الخفيف إما مسئوليات أو نقاش ما بينك وبين الحبيب أو قلق على أحد الأحبة ولكن إجمالا الوضع جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة يعني بالموضوع الصحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة الجو جيد جدا وداعم فهذا ممكن يطور علاقة معينة أو يقاربك ما بين يعمل مقاربة ما بينك وبين الشريك شريك المال أو العاطفة وممكن تنحسن بعض المسائل القانونية لصالحك خلال فترة هاي أو يتكون لك بعض النشاطات القانونية واللي بتدعمك بشكل قوي أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء متقلبة على مستوى الأموال المشتركة فبتحمل لك نوع من أنواع الأرق أو القلق على مسألة مالية العلاقة بالضريبة أو التأمين أو البنوك أو أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا يعني شبه روتينية بالاتصالات الخارجية أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو مؤسسات تعليمية كلها تقريبا بتكون بشكل روتيني أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات مع زملائك أو رؤسائك في العمل لإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو روتيني يعني بتتعامل مع أصدقائك بشكل روتيني على حسب طبيعتك ولكن بدك تدير بالك في ساعات الصباح من خلاف أو عصبية أو حدية من تصرف صديق معين يستفزك أما بالنسبة لبيت المتاعب فبرضو الأجواء روتينية فبتنجز أعمالك بشكل روتيني حاول ما ترهق حالك راقب غذائك وبرضو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إليك أو لا أحد الأحبة مرج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق ما تعمل وحيد حاول أنك تشارك وساعد في تعاون الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب وترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه شيئا ما متقلبة على المستوى النفسي في منك راح يشعر بنوع من أنواع الضغط أو سلبية أو التفكير السلبي أو الاكتئاب أو القلق من مسألة معينة أو الأفكار السودة هاي اللي بتيجي من فترة لفترة وبتأثر على طاقة الشخص وبتضعفها أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة على المستوى المالي فممكن تحصل بعض المكاسب اللي بتيجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع الهبات أو المستردات أو نوع من أنواع الدعم أو الهدايا مثلا أهم شيء أنه تقلل وتراقب مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث الأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات فأنت نشيط كثير خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض المغامرات أو بعض الاهتمامات للترويج لسلعة معينة أو البحث عن مسألة معينة أو تناقش وتقنع بالفترة هاي ويكون لك بعض الاهتمامات بسيارة أو تليفون أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء برضو على مستوى البيت بتحمل نوع من أنواع الأشياء الإيجابية اللي بتدعمك على مستوى العقار وعلى مستوى العقارات يعني تحديدا لبيوت أو ديكور أو تغيير أو اهتمامات منزلية أو الاهتمام بأحد الأبناء أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء بتدعمك برضو بشكل جيد على المستوى العاطفي فبتعمل نوع من أنواع التقارب الكبير عاطفيا ممكن اليوم تهتم بالحبيب أكثر أو تخرج بنزهة أو تغيير الجو أو الاهتمام ببعض المسائل اللي بتتعلق في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فبرضو بتدعمك بشكل قوي على مستوى العمل فممكن اليوم إما تلوح فرصة لعمل جديد أو تنجز بعض الأعمال اللي كان صعب إنك تنجزها بالفترة الماضية أو يكون لك بعض النتائج الصحية أو الاهتمامات الصحية اللي بتكون إيجابية أما بالنسبة للبيت السابع فهو ضاغط على مستوى الشراكي الشراكي المالية والعاطفية فعشان هيك يعمل نوع من أنواع التقلب بالمزاج أو الخلاف أو الحدية بالطباع ممكن تستاء من تصرف الشريك أو الزوج تحديدا أو يصير فيه نوع من أنواع النقاش اللي يعني نسميه بالفترة هاي عقيم أو بكبر المواضيع السلبية على الفاضي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالبنوك أو بالأموال المشتركة صحيح ممكن تظهر بعض الأوراق اللي تأرقك اللي إلها علاقة بالتزامات أو فواتير أو دفعات ولكن عندك قدرة على تجاوزها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات على مستوى أمور السفر على مستوى الأوراق القانونية والمعاملات على مستوى الأمور التعليمية أو المؤسسات التعليمية كلها هاي بتيجي لصالحك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو على مستوى بيت السمعة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بزملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب ضاغط شيئا ما فعشانيك منقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة راقب غذائك بشكل جيد خذ قصد كافي من الراحة ممكن تقلق بشأن صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل أو تحسين عليه اللي بيعمل بينجح في إثبات جدار تونير رضا المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين أهم جنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال بدك تحاول أنك تكون هادئ القمر بشكل تحدي في لحظة معينة بتبدو غاضب أو عدائي حاذر الخلافات ممكن تكرم أو تكرم وتحصل على فرصة مهمة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا على المستوى النفسي فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بتكون متقلب بالمزاج خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه نوع من أنواع العصبية عندك أو الحدية بالطباع أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد على المستوى المالي فممكن تنجز بعض المسائل المالية أو تحقق بعض الإنجازات اللي تكون لصالحك وتدعمك بشكل جيد ولكن بالمقابل بتظهر بعض المسائل المالية اللي ممكن تكون مربكة أو تكون فيها من ضمنها مصاريف زائدة أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني فيها إيجابية على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات وسرعة البديهة مقنع جدا ولكن بيغلب عليك التسرع في القرار أو في الكلام وممكن هذا يعطيك شوية عصبية أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت الأجواء جيدة ففيها نوع من أنواع روتيني الجيد اللي بقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بالمنزل أو إلها علاقة بالشؤون العقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة خلال هذا اليوم برضو بتساعدك على التقارب أو التلاقي أو الخروج في نزهة أو نزوة معينة ما بينك وبين الحبيب أو تقارب أو لقاء ما بينك وبين أحد الأحبة أو أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس الأجواء ضاغطة على مستوى العمل فبتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو القلق على مسألة عملية ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وممكن الاهتمامات تكون على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فجيد على مستوى الشراكي بيعمل نوع من أنواع التقارب ولكن بالمقابل إذا فتح نقاشات حدي ممكن يسوي خلاف كبير ما بينك وبين شريكك أما بالنسبة للبيت الثامن بيدعمك على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحصل على قرض أو دعم أو مساعدة خلال هذا اليوم أو تعمل تسوي معينة تساعدك في أمور معينة أو اهتمام بأمور العلاقة بالبنوك بالضريبة بالتأمين وبرضه بتيجي لصالحك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا فيها توتر إما على أشخاص خارج البلاد أو اتصال بزعجك أو خبر بيجيك من خارج البلاد ممكن يسبب لك نوع من أنواع الإرباك وبرضه ممكن يتأخر بريد أو دعم معين في منكه رحيق لك على مسألة تعليمية أو مؤسسة تعليمية أو صير بينهم يعني مشكلة الحلاقة في هذا الموضوع أهم إشي أنك أنت ما تكبر الأمور وتصاعدها أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيت الأصدقاء يعني جيد بيدعمك على مستوى التقارب أو التلاقي ما بينك وبين الأصدقاء بشكل جيد وممكن اليوم يحملك يعني مناسبة لدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلاقي على مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة بتدعمك على إنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن ما ترهق حالك كثير راقب وضعك الصحي وراقب غذائك خذ قصد كافي من الراحة وبرضو ممكن تحمل لك قلق على أحد الأحبة برج الحوت بيصلكم خبر سار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطف مع أحباكم فترة مناسبة لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة بتهتم بهواية جديدة بتكون حيوية عالية عندك وبتتحمس إلى متابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيد اليوم نفسيا أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا يعني ممكن أنك تهتم بأمور الحراقة بالتجميل أو تغيير أو اللبس أو الهندام وبتكون ملفت جدا لنظر الأشخاص اللي تعرفهم أما بالنسبة للبيت الثاني فبيفتح لك مجالات على المستوى الأمور المالية فاليوم ممكن أنك تغامر أو تندفع باتجاه الخطوات المالية فهاي ممكن أنها تعطيك تحصيل مالي أو تحصل لك على أموال تيجي من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو أمور إلها علاقة بالتحصيل أموال لإلك بيكون صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية وممكن تنال نوع من أنواع التكريم أو الهدايا أو الهبات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا نقدر نحكي أنه فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص بوجهة نظرك خلال هذا اليوم وممكن يظهر بعض المسائل المفاجئة اللي ممكن تكون لصالحك أهم شيء أنك أنت تمسك حالك من العصبية أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تدعمك على مستوى البيت فممكن يكون لك اهتمام عالي جدا بالعائلة أو بالعقار أو بأمور علاقة بالبيوت أو بأجار بيت أو شراء بيت أو التصليحات أو ترميمات أو أي شيء له علاقة بالبيت والعقار كلها هاي بتكون والعائلة بتكون قوية جدا أما بالنسبة للبيت الخامس فبيحمل نوع من أنواع التوتر في العلاقات العاطفية فعشان يغ ممكن تحملك نوع من الحدية أو سوء التفاهم ما بينك وبين الحبيب أهم شيء أنك ما تعتمد برضو على الحضوض وممكن يكون في قلق على أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن بالمقابل ما ترهق حالك كثير وراقب وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى بيت الشراكة فبتدعمك على مستوى شراكتك المالية والعاطفية وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بين الشركاء أو ما بين الأزواج أو ممكن تحمل مصالحة معينة أو تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فهو روتيني على مستوى الأموال المشتركة فما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتكم بتتعاملوا على أمور الهلاقة بالبنوك والضريبة والتأمين وأمور القروض أو الديون أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء كما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد فبيدعمك على مستوى مكان العمل أو على مستوى علاقاتك ومعارفك وبرضو على مستوى زملائك ورؤسائك بالعمل ممكن يصير في تقارب ما بينكو وإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو متقلب إما باستياء أو حدية بالطباع أو ظهور مشكلة ما بينكو بين صديق أو استياء من تصرفاته أو إهماله أو تقصيره معك فهذا الإشي ممكن اليوم يتعزز عندك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالتغذية أو بالصحة أو بالمكملات الغذائية أو الأمور اللي إلها علاقة بمراجعات دورية صحية إلها علاقة بمستشفى أو إلها علاقة بطبيب أو ممكن مرافقة أحد الأشخاص اللي بعزوا عليك بالفترة هاي لأمور صحية حيث من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر